مع إعلان الإدارة الأمريكية الأخير اعتبار المستوطنات غير مخالفة للقانون الدولي أطلق المستوطنون العنان لإرهابهم بشكل غير مسبوق مستخدمين ذريعة الأعياد التلمودية لاقتحام الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل المحتلة والاعتداء على المواطنين منذ الليلة الماضية يواصل المستوطنون اقتحام الحرم الإبراهيمي الشريف بالآلاف بدريعة الاحتفال بما يسمى بعيد السيدة سارة التلمودي عيداً يستغله المستوطنون لاستباحة الحرم وتهويده بالتقوس التلمودية والأغاني والرقصات ليستمر التهويد بعدها بمداهمة مختلف حارات المدينة للتضييق على السكان والاعتداء عليهم يحاولون تسمية بعض حتى الحارات والحواري بوضع إشارات عبرية وإسرائيلية على تلك الأماكن ومحاولة السيطرة أكثر فأكثر على أحياء جديدة في الخليل نحن نعتقد أن التصريح الأمريكي الأخير بخصوص موضوع المستوطنات قد أطلق العنان لكافة المستوطنين وكأنه قد أخذوا الضوء الأخضر للسيطرة على المزيد من الأراضي وعلى المزيد من الأماكن في هذه المناسبة وغيرها من الأعياد المزعومة يغلق الحرم الشريف بالكامل أمام دخول المسلمين ويمنع رفع الأذان طوال فترة الأعياد والتي قد تصل لعشرات المرات بالشهر الواحد فالاحتلال يستخدم أسلحته لانتهاك حقوق السكان الدينية والإنسانية هناك دائما وأبدا محاولات سواء كان في القدس أو في الخليل لمنع الأذان بدعوة أن المستوطنين ينزعجون من الأذان الملاسيمة أذان الفجر الصباح وبالتالي هم يحاولون قدر الإمكان نفي الصفة الإسلامية والمسيحية عن الأراضي الفلسطينية بشكل عام ومحاولة التهويد عملية التهويد تقوم المستوطنون ليس فقط يستطنون على الأرض وعلى الأماكن وإنما أيضا هم يحاولون فتح حرب دينية إذا أردت فيما يتعلق بموضوع المناطق المحتلة لذلك هم يحاولون منع الأذان ويضعون كافة العراقيل على المصلين وتحديدا بالحرم الإبراهيمي ولا تقلوا الانتهاكات بحق السكان بالأيام الأخرى فحتى عندما يصبحوا للمسلمين والزوار بدخول الحرم الإبراهيمي الشريف فإن ذلك يكون مصحوبا باستفزازات وتفتيش مهين للتنغيص عليهم وتخويفهم من مدينة الخليل المحتلة آية الخطيب رؤيا